تحويل الهاتف الى ويندوز لو ات عندك هاتف اندرويد هتقدر تحوله الى ويندوز عن طريق اللانشر بتاع كمبيوتر لانشر كمبيوتر لانشر طبعا انت الشكل بتجيني في اا بعد ما نزل اللانشر بتاعي طبعا بتجيك واجهة بتاعة ويندوز لو ات اصلا مرة عليك الويندوز قبل كده الجعارات برضو كويس هنا بديك الاسماء كويس هنا بديك السيرش هنا عندك البيسي اللي هو تخزين الداخلي كويس هنا عندك سلة المحزوفات نمشي نشوف الضبط هنا بديك خيار غفل التلفون هنا بديك خيار الضبط هنا في الضبط طبعا عندك كم خيار اللي هو الستايل واذالة الاعلانات والخلفيات والالوان اللي كلها بتجدر تزبطي انت ويخفى الاشعارات طبعا في حاجة معينة اللي هو موضوع الايكونات هنا في الموضوع هذا هتختار انه القفل بتاع الشاشة وهتختار الموضوع هتختار تطبيقات الحاب بتنزيلها في الهاتف والاللعاب لكلها بتقدر تختارها عن طريق اللي هو هذا الخيار الموضوع وايكونات الحزم نمشي بعد كده الامان برد تقدر تطبط الامان من هنا نزام التشغيل برضو هنا التطبيقات المزايا المتقدمة ويسد كله اشياء موجودة في الضبط بتاع الويندوز انت عندك ويندوز موجود في الهاتف طبعا اللي انشر هنا ببني على اللي هو ويندوز عشرة لكن اخر تحديس اللي هو كان يوم 14.1.22 يتحدث الى اللي هو ويندوز 11 نفس الشكل بتاع ويندوز 11 هتلاقي انه في يعني حاجة قريبة جدا او في تشابه كبير جدا في الحاجة دي هتطبيق موجود وين طبعا تطبيق كالعادة موجود على بلاي ستور نخش البلاي ستور عشان نشوف التطبيق موجود وين تفتح البلاي ستور تكتب عندك فوق هنا في البحث اللي هو كمبيوتر لانشر هتجيك اللي هو كمبيوتر لانشر طبعا هتجيكم خيار لكن هتختار الخيار ده تضغط عليه تلقى تطبيق عندك تضغط عليه وتحاول تعمله وتثبيت في الهاتف وبعد كده استمتع بالويندوز عشرة او الويندوز 11 اخر تحديس في هاتفك الاندرويد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته